بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابطة رسري بار سيكستين ريزيستنس فاكتورز اكوردنج تول اي سي اي كود أو ما يسمى بالسترينتس ريداكشن فاكتورز بنتكلم على الرزيستنس فاكتورز بمعنى ان احنا عاملين فاكتور اسمه فاي الهدف منه ان احنا نقلل السترينتس اللي احنا حسبنها للقطاع كلام ده معنى ايه ان انا عندي قطاع والقطاع ده ليه دايمينشنس معين وفيه حديد تسليحة اه وادي الديمينشن وادي الدي والماتيريالز معروف الكمبريسيف سترينتس والف واي اتعلمنا في الحالة دي ازاي تحسب الكبست بتاعة القطاع اللي هي ام ان طيب احنا بنقول لا الام ان ديت انت حسبتها سي بتساوي مية احنا عايزين نفترض ان الام ان ديت اقل من المية لنتيجة ان ممكن يكون عندي اخطاء كتير اخطاء في عملية التنفيذ ان الابعاد بتاعة القطاع ديت ما تتنفذش مظبوط ممكن تبقى اقل من الديمينشن اللي احنا فرضينها حديد التسليح محطوط بطريقة مش مظبوطة مقاومة الضغط بتاعة الخرصانة اقل من المفروضة يعني انا عامل حسابات انها تلتمية لا نتيجة عملية الصب والخلط والنقل والمعالجة ممكن تبقى مئتين وخمسين الاف واي بتاع الحديد ممكن يكون متغير اذا انا لازم احقق درجة من السافتي درجة من السافتي السافتي دي تيجي ازاي ان انا هافترض ان القطاع اللي سترينس بتاعته اقل من الاكشوال يعني لو هو مية لا انا هقول القطاع ده ممكن يبقى تسعين او تمانين مع انه هو اكشوال ممكن يشيل لغاية المية فبنستخدم الفاي او اف يعني مش هيفرق المسمى فبنقول في حالة اللي في الاكشوال او الاكشوال تنشن انت هتستخدم الفاي دي تسعة من عشرة يبقى الكبست بتاعتك اللي هي الاكشوال هتبقى فاي في ام ان يبقى تسعة من عشرة في مية يبقى في الحالة دي القطاع يقدر يشيل لغاية كام تسعين طيب لو في اكشوال كومبريشن يبقى في الحالة دي هناخد الفاي او الاف بتسوي كام خمسة وسبعين من مية طيب نكمل مع بعض بقية المعاملات كده في حالة الشير والطورشن الفاي او الاف بتسوي خمسة وتمانين من مية يعني يبقى الكبست بتاعتك خمسة وتمانين من مية في ام ان اللي انت حسبتها طيب في حالة البييرنج الف بتسوي كام بتسوي سبع من عشرة معناه ايه الكلام ده ان الكبست بتاعتك سبع من عشرة في ام ان وام ان دي تاني هي الاسترينز او النومنال استرينز ديبند على الديمينشنز والبروبرتز طيب في حالة المناطق اللي فيها هاي سيزميك ريسك بيقول في الحالة دي فيه فاكتورز الفاكتورز دي بتبقى موجودة في الاي سي اي كود سيكشن تسعة بوينت سري بوينت فور اشتركوا في القناة